بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمة تنتمنى اللي تشوف هد الفيديو يكون بخير وعلى خير وبصحة جيدة تنشكر الناس اللي تدعموها هد القناة تنشكر الناس اللي باوا الدعاء قبل ما نبدأ هد الوصفة دعو مع واحد المرأة يجمع شمال مع الزوج ديالها خلاها وخلا الولدات امشا بغيت ربي يجمع شمالها عما قريب تلبت دعاء وأمانة مني نوصل لكم دعو معها ربي كلها عون أم عين ولكن القناة معروفة ان فيها وصفة رحمانية ديرها تلا ما قدرسيش ديري يا قريب يا ودود يا قريب يا ودود حتى يقرب لك الزوج ديالك مئة مرة مئة مرة كل صلاة ربي غادي عونك ان شاء الله اما البنات اللي بغاوا القبول للوجه اليوم غا نحط لكم قبول للوجه رائع وزوين بالقرآن الكريم ونحاولوا ان شاء الله نكونوا جدابين قبل ما يخرج رأس العام ويكونوا بنياتي زوينات ومقبولات عمد الله سبحانه وتعالى أولا عند عادة عند الانسان اللي بغاوا الحب ماشي عيب ومودة ماشي عيبة احنا اللي سنصنعوها ولكن نكونوا عندنا طاقة إيجابية وعدنا طاقة نحيدو الطاقة السلبية ونكونوا جدابين في بعض الأمور نكون غير متشائمة ونكون أنا سنحب نفسي نقول أنا أنا زوينة وأنا مقبولة عادة ندير الوصفات لأن الجمال هو جمال الروح اليوم غادي نحط هاد الوصفة ان شاء الله بحول الله وقواسيه وغادي نوضع هاد الوصفة للولاد والبنات يشيرو قراءات المورد يديرها عشرة دراهم الورد الجيد يكون زوين وغادي نقرع عليه هاد القراءة لأنها قراءة جميلة من القرآن الكريم آية من صورة ياسين وان شاء الله غادي ندير هاد الوصفة وانتو ما متأملين الخير في الله سبحانه وتعالى عادة الوصفة نحن عندوش قبول مع الناس أو مع الحبيبة دياله أو مع أي شخص قبول اللي ما عندكش مع واليدك تديرها القبول اللي ما عندكش مع الأم ديالك تديرها القبول إلا ما عندكش مع أي شخص المهم تشري نية ديالك تشري هادك القنينة على حسب أنك شنو بغيتي القبول معامل مع الحبيب ديالك قد جبدي اسمية ديالك وم بعد القراءة قراءة القرآن تقولي اللهم جلبني اللهم جلب لي يا حبيبي أو جلب يكون ما بيني وبينو حب ما ود أي دعاء بغيتي انتيا لأن قراءة القرآن ما عنداش تعويد أو هذا لأن النية ديالك أجنو حطيسي بسم الله تعود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عاليم نقولها 14 مرة غني نعودها لكم إن شاء الله قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عاليم إن شاء الله ديروها 14 مرة في هات القنينة تنفتو على القنينة تحلوا القنينة وتنفتو عليها ثلاث مرات ونقرها 14 مرة في الليل ولكن الرش صباحا الرش صباحا ثلاثة رشات على الوجه ديالي وعالي يمين ديالي وعالي يسر ديالي ونتوكل على الله وغادي تشوي القوبول النية ديالك علش حطيتيه هاد القوبول نية حبيب أو نية زواج أو نية أم ديالك تولي تبغيك أو نية الأب ديالك يولي يبغيك أو النية ديالك اللي بغيتها مع العمال أو مع المدير ديالك غادي نديرها قول يحييها الذي أنشأها أول مرة هو بكل خلق وهو بكل خلق عاليم عاليم الله سبحانه وتعالى يحيي لك أي محبة بغيتها وبغيت يربي يجلب لك حب الناس وبغيت يجلب لك الحب ديال أي شخص زوج حبيب عامل الولد اللي ما عندهش قبول مع الحبيبة دياله إذن حبابي في الله ديروها ورهي وصفة رائعة من القرآن الكريم على حسب نيتكم ترزقون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى وصفة أخرى إن شاء الله اشتركوا في القناة